موسيقى هذا البرنامج برعاية موسيقى حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة بموضوعية في سبتمبر من عام 2021 تم اعتماد أول استراتيجية لأول منطقة في المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030 والتي تسعى لتنوع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط حيث أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار قمم وشيام التي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعال عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات وتعزيز دور السياحة والثقافة كمحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير نقف اليوم على التحول الذي تشده المنطقة وفقا لهذه الاستراتيجية التي تطبقها هيئة تطوير عسير ونحاور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة فأهلا بك معنا سمو الأمير وشكرا على وجودك الليلة معنا بموضوعية أهلا بميس أهلا وسهلا فيك ننطلق من هذه الاستراتيجية هي الأولى على مستوى المناطق التي أطلقت حتى الآن استراتيجية منطقة عسير حملت شعار قمم وشيام ما الذي يعنيه أن تنطلق الاستراتيجية من عسير وما هي أبعاد هذه الاستراتيجية تنطلق من عسير أو من غير عسير فهي انطلقت من المملكة في أي مكان تنطلق فيه من المملكة كان المملكة كلها انطلقت فالمملكة كلها متجهة باتجاه جديد الجديد على العالم كله ما بالك على أهل المملكة نفسهم فكونها تنطلق من العسير أو من غيرها كانها انطلقت من العين هذه أو من العين هذه نعم طيب لأما نتحدث عن هذه الاستراتيجية يعني أهم الركائز لأنه الهدف الرئيسي هو تحويل عسير لمنطقة ذات أبعاد سياحية ثقافية مرتكزات عدة من أين انطلقت هذه الاستراتيجية وكيف ستتحققها برأيك فكرة سموي العهد أن المنطقة مليئة بالمملكة كلها مليئة بالمياز النسبية كيف تتحول المياز النسبية اللي في المملكة كلها سواء كان في منطقة عسيرة أو غيرها إلى مياز تنافسية هذا هو التحدي لأنه في جواهر متفونة في المملكة في كل مكان عسير هي واحدة من هذول فالمياز النسبية اللي في منطقة عسير هي قممها وشيامها اللي هي طبيعتها وأصالتها حينما نحول هالأصالة وهالطبيعة اللي هي القمم والشيام إلى ميزة تنافسية نعم وهذا السؤال سمو الأمير يعني عسير ذكرتم ضمن الاستراتيجية هي ليست للإقامة فقط ما الذي يحمله بعد أنها ليست فقط للإقامة تقصين حضرتك أخت ميزة هي ليست للزيارة إنما للإقامة هذا قص سؤالك أخت ميزة ففعلا هذا الحقيقة إذا كان هدف فقط الزيارة فإحنا ما حققنا شيء لكن حول فكرة الزيارة إلى إقامة لأسباب كثيرة عشان تخلي الإنسان يقيم يكون عنده بيت اللي هو هوم لابد يكون هذا البيت في عسير في الطبيعة أو قريب من الطبيعة اللي هي الميزة النسبية حقتها اللي هي قممها عشان يكون هذا المكان مناسب للعيش يكون بيت لابد يكون مناسب لكافة طبقات المجتمع إنه يقدر يشتري فيه بأسعار مناسبة عشان يكون مقر إقامة لابد يكون في بيئة آمنة لابد يكون حولك أصدقائك وأهلك لابد النشاطات اللي تقام خارج البيت نتيجة الجو النسبي تقدر تسوي فيها أشياء متعددة لابد يكون في فرص عمل يعني مش معقول الشخص يجي ويعيش هناك ولا عنده فرص فرص عمل لابد يكون عنده فرص عمل متنوعة يختار منها عشان يكون مقر إقامة لابد يكون قريب من مركز صحي متقدم يقدم الخدمات لا سمح الله احتاجها يكون قريب من مستوى جامعي يكمل تعليم ولون أحد أسباب هجرة الناس من المنطقة هو عدم وجود التعليم العالي وأخيرا يكون في مطار قريب بحيث أنه نحن نهدف إلى المجتمع العالم أنه يجي فهمنا يكون في مطار مناسب قريب من مقر الإقامة طيب وهذا السؤال سموة الاستراتيجية انطلقت بـ 2021 هل بدأتم العمل على تحقيق هذه المستهدفات أن تتحول المنطقة فقط ليست للزيارة إنما تجذب المقيمين ليحصلوا على كل هذه الميزات التي تتحدث عنها هدفنا في الرأي حقتنا أن تكون عسير وجهة عالمية مميزة طوال العام مبنية على أصالتها وحداثتها لابد ما نتخلى عن أصالتنا في نفس الوقت نشوف إيش طاير أحسن التجارب العالمية ونجيبها في السنين التي سبقت إطلاق الاستراتيجية مثل ما صدلت في سبتمبر 2021 السنتين التي قبلها كل شغل كان منصب على تهيئة البيئة الاجتماعية والبنية التحتية والنظرة الآخرين للمنطقة نهيئها عشان لما تطلق الاستراتيجية من قبل سمو الأمير يكون المكان جاهز لانطلاق هذه الاستراتيجية وهذا اللي حصل هذا اللي صار الآن البنية التحتية فينا نقول جزئيا أصبحت مستعدة لتحقيق هذه الأهداف أو شيخاني يعرف ما المقصود البنية التحتية هل نتكلم إذا كان مقصود كل البنية التحتية حق كل منطقة عسير جاهزة الآن لا طبعا يعني يبغالها وقت في السنين اللي راحت الثلاثين سنة أربعين سنة اللي راحت أكيدا عمل الدولة عملت جهة طيب في تهيئة المكان أن يكون بنية تحتية بدون أدنى شك يعني عسير هي وجهة سياحية متقدمة لأبناء المملكة طول السنين اللي راحت الحين الفرق أنه اللي بغى نحولها من وجهة سياحية داخلية لوجهة سياحية عالمية عشان تكون كذا نظرتنا لمفهوم البنية التحتية لازم يختلف يعني إيش ما أعطيك أمثلة مثلا لابد أنه المطار اللي حنسويه جديد يكون مطار يعتبر أجمل مطار في المنطقة لأنه لازم المطار أول ما تدخلية تحس أنك داخل كل بيت من بيوت أهل المنطقة من ناحية الشم اللي تشميه لما تدخل المطار الإذن إيش تسمع العين إيش تشوف فكل جمال المنطقة ينعكس في المطار هذا مثلا بنية تحتية بطراز عالمي الطرق الأوتستراد الطريق الكبير اللي حنسويه من الجبل إلى الساحل لابد يكون بسمة عالمية ما ينفع بطريقة تقليدية التحول الرقمي في نظام الانتصالات لابد يكون عالمي وهكذا من الأمور العشرة اللي سمناها الممكنات الاستراتيجية البنية التحتية اللي إما خلص بعضها 100% زي المدينة الجامعية وزي خطة تطوير المطار اللي أنا شغالين عليها وغيرها أو في طريقها للانتهاء لكل حال طب جمال سموك يعني اليوم لما عم نتحدث عن تمكين محلي والوصول إلى العالمية هل المرتكزات تعمل سويا أم يجب أن ننتهي محليا ثم ننطلق للعالمية بالنسبة للمنطقة نعم طيب إحنا الاستراتيجية موضوعة أن تكون عسير لكل عام يعني أو لكل العام هذه سواء كما ذكرت يا زيارة إقامة أن تكون فعالة بكل أنشططة على مدى العام سموك اليوم كيف تحققون ذلك هل ممكن أن نصل أن عسير تبقى وجهة على مدار العام إذا فيه إرادة فيه طريقة كيف كل الناس يعني متطر منطقة عسير تتكلمي أنت عن الجبال السروات الأماكن اللي فيها الخضار اللي معروفة فيها المنطقة والسحب والأمطار أصلا يديهمها إن شاء الله لكن ما أحد يجيب طاري الساحل اللي عندك 150 كيلو على ساحل على البحر الأحمر البحر الأحمر الجميل ولا أحد يتكلم عن سهولة هامة اللي فيها الزراعة وفيها الوديان الجميلة ولا أحد يتكلم عن الصحراء اللي فيه شرق عسير إذن عندك أربع مستويات عندك الساحل وعندك السهولة التهامية وعندك الجبال اللي معروفة اللي مشهورة عنها المنطقة وعندك الصحراء الآن الناس تيجي فقط لمدة شهر ثلاث شهور تقريبا أو أكثر شوي في فترة الصيف في المدن الجبلية اللي أهمها أبها النماص حضرفيدة وغيرها طيب والباقي الباقي هذا هو بارة على الميز نسبية أيضا إذا قدرت تستغليها كلها زي اللي حاصل بفرنسا جنوب في الكود دازور أو في جبال الألب زي ما حاصل في لبنان في الصيف هنا زي ما حاصل في كندا في الولايات اللي هي غرب كندا استخدام الجبال والساحل في الصيف وفي الشتاء هذا اللي قاعدين نحاول نعمله إحنا وهذه هي جزء من رؤيتنا في المنطقة على كل حال طيب الجزء الأهم هو جذب الاستثمار إحنا عارفين ضمن أي استراتيجية انتضاها المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 هو تشجيع الاستثمار اليوم إحنا عارفين أن عصير بين قوسين كان عنده سمعة سيئة لجذب الاستثمارات أو حتى تعثر جزء من المشاريع سمو الأمير هل بدأت تنحل مشاكل الاستثمار؟ هل بدأتم تلمسون على الأقل أن المستثمر أصبح ينتقل باستثماراته من منطقة ويوجهها إلى عصير اليوم؟ كعوائد يمكن أن تكون مربحة لديه هذه الاستثمارات؟ الإجابة نعم نقاعدين نعمل وححكي لك بعد شوي كيف كل الطرق أن نحسن نحسن هالانطباع بلاش أقول السمعة السيئة نقول هالانطباع اللي يجب أن يتغير هقول لك كيف هقول لك إيش خطتنا لهذا التغيير أولا لازم نقر أنه فيه انطباع سيء أقرينا بهذا هذا مقر فيه والأرقام تتكلم عن هذا الشيء الآن ما هي الخطة لإزالة هذا الانطباع الانطباع مبني عليه يقول لك أصلا أنتم ما لكم وجهة لا يفهم إيش وجهة المنطقة فهمنا أنه هي السياحة لكن من اللي قاعد يقود هذا العمل من إيش هي التسهيلات عن أي سياحة تتكلمون سياحة زراعية سياحة رجال الأعمال السياحة الطبية عن إيش تتكلمون ما في وجهة إنصار في وجهة ومعتمدا بالدولة وبتأييد وبتأييد مباشر من رئيس حكومة هذه الدولة وولي عهدها لما أقول لك أنا بتأييد ودعم يعني يعني مميز الغاية فطالما رجل الأعمال أو المستثمر أو حتى قبل المنطقة حقيقة يشعر أنه في خط هذا أول مصدر مصادر الاطمئنان اثنين ما في مكان واحد المستثمر يجي عليه ما كان في مكان واحد يجي يخلص أشغاله كلها يعرف وين الوجهة يعرف من اللي حيدعمه يعرف وين بنيت التحتية يتطمن وين هيحط راس ماله ما كان في هذا الشيء الحين صار فيه فهي التطوير عسير في إدارة وليدة جديدة هي اللي قادة المتدى الاستثمار اللي حضرتك شفتي قبل فترة نعم كمان الأهم من هذولا كلهم الطاقات اللي داخل أهالي المنطقة طاقات كامنة عظيمة أكثر منطقة في المملكة فيها هجرة من أهلها لخارج المملكة للبحث عن مصادر الرزق في بقية مناطق هي منطقة عسير أكثر واحدة مناطق أهلها طموحين إذا توفرت لهم الفرصة للعودة إلى منطقتهم إلى قرام حي فعلوا هذا فإحنا فإحنا مش نقول أطلقنا الطاقات هذه أطلقت المارد اللي في داخل كل واحد الإيجابي أطلق فعلى سبيل المثال كثير من الإدارات الحكومية في منطقة الحسير اللي حين تحتل المراكز الأول على مستوى المملكة من ناحية مؤشرات الأداء لأنهم حسوا أنه في خط ماشيين عليه الأندية الرياضية بما أنه الآن في جو المونديال الأندية الرياضية في منطقة عسير كانت في دوري الدرجة الثانية اللي هو آخر دوري تحت حين صارت في دوري المحترفين تنافس أندية المملكة الأخرى تخيلي لو أيضا رجال الأعمال وأهالي المنطقة دربوا في المنظومة السياحية ككل وين ممكن يوصلوا خليني أسأل السؤال بطريقة أخرى كمان سمو الأمير السياحة هي التي ستجلب الاستثمار أم الاستثمار هو الذي سيجلب السياح لاحقا من سيأتي أولا ما أقدر جاوبك على السؤال لكن أقدر جاوبك على السؤال أنا أفهم وأقدر أجاوب عليه أنه إذا خلقت المنظومة الإيكو سيستم كاملا إذا خلقتي ككل إحنا منا نخلق فرص استثمارية في المنطقة إحنا لن نوجه الاستثمار أين يذهب إحنا نخلق الإيكو سيستم الكامل اللي هو يبدأ بالإرادة وبالوجهة ويبدأ بكل ممكنات نجاح الاستثمار من خلال السياحة اللي هي الأساس المستثمر هو ذكي هو مبدع هو خلاق هو يريد أن ينافس هو عبارة عن مصنع الأفكار إحنا نخلق له البيئة ونساعده بكم فرصة الدولة تقوم بها زي شركة عسيل اللي أعلنت أخيرا وأمور أخرى ستعلن قريبا تباعا هالسنة هذه عبارة عن حوافز دوافع مصادر أطمئنان لكن لن نوجه الاستثمار والاستثمار ينطلق نتخلقه البنية التحتية والمنظومة هو ينطلق ويبدأ طبعا سنتحدث يعني بشكل أوفع عن منتدى الاستثمار سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيسي التطوير المنطقة بعد الفاصل أرجو أن تبقى منطقة عمانو هذا البرنامج برعية أهلا بكم من جديد مشاهدين حوارنا الليلة مع سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيسي التطوير المنطقة أحييك من جديد سمو الأمير خليني أنطلق من النقطة الأخيرة التي ذكرتها في الجزء الأول عن موضوع إطلاق شركة عسير للاستثمار اليوم إنشاء مثل هذه للشركة يعني تعطي أبعاد اهتمام واضح من حكومة المملكة بهذه المنطقة وتأكيد أساسي على أن الاستثمار يجب أن يأتي لمنطقة عسير ما المتوقع من هذه الشركة كيف ستعمل وما العوائد المرتقبة مبدئيا استثماريا منها قبل أن تكلم عن شركة عسير أقولك أنها عبارة عن لوحة متكاملة التي هي جزء من استراتيجية المنطقة التي اعتمدها سمو ولي العهد رئيس حكومة المملكة هذه اللوحة فيها مبادرات اقتصادية فيها إصلاحات في التشريعات فيها شركات تطلق عشان تكتمل اللوحة في شيء قبل شركة السودة قبل شركة عسير شركة السودة للتطوير شركة السودة أطلقت السنة اللي فاتت لازم ما ننساها لأن هي باكورة الانطراقة اللي حصلت في المنطقة من ناحية الشركات الجيجا التي أطلقت برئاسة سمو ولي العهد تصبح منطقة السودة لمساحتها تقريبا 600 كيل متر مربع مساحة كبيرة الوجهة الجبلية الفاخرة الأولى في المنطقة كلها أتكلم عن المملكة على كل حال لكن المنطقة كلها الآن شركة عسير هي ذراع استثماري للصندوق ليكون محفز لكاف يكون شريك قد يكون شريك القطاع الخاص بنسبة بسيطة أو نسبة أكثر لمن الدولة والقطاع الخاص يشعر أن الدولة داخلة بهذا الذراع الممكن بحوكمة الصندوق المعروفة والهدف منه هو الدخول في شراكة ويمدد مع القطاع الخاص عشان يكون شريك معاه هذا مصدر اطمئنان في اللوحة الكبيرة التي قاعدت الرسم تلقيتم رخص حتى الآن أو عدد رخص تم إصدرها من انطلاق الاستراتيجية للقطاع الخاص في المنتدى في نفس المنتدى أعلن عن مليار وسبعمائة مليار وسبعمائة مليون ريال فقط في المنتدى مشاريع التي أطلقت في المنتدى زائد 25 فرصة بحدود أربع مليار ريال 25 فرصة أطلقتها أمانة عسير بالتنسيق مع هذه التطوير العسير لفرص متنوعة في مجالات نوعية وهنا هذا الفكرة حقتنا الهدف ليس مجرد استثمار الهدف أن يكون استثمار نوعي ينسجم مع استراتيجية المنطقة في المجالات المحددة هذا النقطة نعم والمبالغ توجهت لقطاعات معينة اسمو الأمير اللي أعلن في الضيافة في الأوتيلات كذا موضوع في الأوتيلات أوتيلات الممتازة في قطاع المولات وستريب موز في قطاع الاستشفاء كمان هذه الثلاث مجالات اللي أعلنت في المنتدى فقط طيب والسؤال الأهم اليوم منطقة عسير هذا غير اخت ميسة هذا غير مشاريع شركة السوداء مع القطاع الخاص غير شركة عسير للاستثمار غير هذا كله هذا فقط اللي يعلن في المنتدى طيب تمام طيب إيش كان ردة فعل المستثمرين بما أنه إحنا حكينا أنه كان في طابع أو صورة نمطية عن عسير فيما خص الاستثمار هل لمستم تغير للصورة بحجم هذه الأرقام اللي تم الإعلان عنها بالمنتدى وما هي متطلبات المستثمر يعني أكيد سمعت سمو الأمير ما هي متطلبات المستثمر للدخول إلى المنطقة والله المستثمين اللي شرفونا ورجال الأعمال اللي كثير منهم أصدقائي وعرفهم بحدود مئتين من كبار رجال الأعمال لك حضروا صراحة ما عرف إيش انطباعاتهم للي ما قعدت معاهم بعدين فما عرف بالضبط إيش الانطباعات حقتهم على المنتدى لكن اللي همني أنا مش فقط انطباع هذا مؤشر لكن اللي همني كيف إحنا نتواصل معاه بعد هذا المنتدى ونبقي الزخم الذي تولد والسمعة الطيبة اللي حصلت للمنطقة كيف نبقي هذا الزخم ونحول هذه العلاقة علاقة مش فقط تشاركية على فكرة سمو الأحد لما كنا نعمل في بداية استراتيجية وجهنا أنا شخصيا قال لي الاحتمام بالمستثمر مش فقط الاهتمام فيه يعني اهتمام بكل ما يعنيه بالمنظومة كلها بالعوائق اللي تواجهها بالاهتمام بالتجربة من أول إلى آخرها فهذا الشيء اللي هنشتغ عليه في الأسبوع القرية قبل إن شاء الله نهاية السنة هكون توصلنا معهم كلهم عشان نقدر نشوف مين اللي فيهم وقته هنعرف إيش انطباعاتهم عن المتدل الحين ما أقدر أقول لك الاهتمام بالمستثمر محليا وعالميا مستثمر محلي أو عالمي عشرين في المئة من اللي حضروا بعالها في المنتدى كانوا من مستثمين عالميين نعم طيب عادة يعني حسب قراءتنا للرؤية دائما فيه اهتمام بأهالي المناطق سمو الأمير يعني عادة عم نسمع أي منطقة عم بتم تطويرها دائما الاهتمام بعملية خلق الوظائف لأهل المنطقة اليوم استراتيجية عسير الديا عم تهتم بهذا البعد احنا حكينا عن بعد إنساني لكن أيضا بعد خلق الوظائف من خلال هذه المشاريع الكبرى اللي عم تنفذ الآن بدون نشك في الاقتصاد الكل إذا ما ساهمت الاستراتيجية في زيادة عد الوظائف بالتالي تخفيض البطالة إذا ما ساهمت في الدخل القومي السعودي إذا ما ساهمت في انخفاض نسبة التضخم اللي هي أساسيات الاقتصاد الكل إذا ما ساهمت في المؤشرات الكبيرة هذه فعندنا مشكلة لا شك إنه هذه الأمور هي في عندنا إدارة خاصة لهالموضوع في هذه التطوير عسير عشان تضل عيننا عليها نشوف الصورة الكبرى إحنا وين رحيل ولذلك وجود مركزية في التخطيط في المنطقة centralized planning ولا مركزية في التنفيذ decentralized execution هو أساس أنه ننجح في الاتجاه لرحيله يعني هلأ في أهداف لخلق الوظائف في رقم معين لخلق الوظائف ضمن المشاريع موضوع من قبل الهيئة اسمو الأمير عدد الوظائف في منطقة عسير 500 ألف وظيفة الأغلب منها 350 ألف هي وظائف حكومية الباقي هي وظائف قطاع خاص نسبة السعودة فيها قليلة بحدود 50-60 ألف اللي اشتغلون في القطاع الخاص في منطقة عسير هذا الرقم نبغى إذا ما كان ضعف نبغى نخليه ثلاثة ضعاف نكثر أبناء البلد اللي يعملون في القطاع الخاص النوعي ولذلك عشان نسوي الشيء هذا مخرجات التعليم التعليم العام والتعليم المهني الآن في منطقة عسير وبتوجيه القيادة الجامعات قادة تغير مناهجها عشان تنسجم مع استراتيجية المنطقة هذا أول مرة تحصل في المنطقة أيضا التدريب المهني يشغلين معهم على هذا الأساس بالتالي اللي يتخرجون الآلاف اللي تتخرج يلقوا الفرص اللي منسجمة مع توجه المنطقة على كل حال المضاعف للرقم خلال قدام توقعينها لخلق الوظائف إلى 2030 استراتيجية كلها استراتيجية تعسير قيمة ومشيعة نعم نطاق الزمن للاستراتيجية تعسير هي إلى 2030 نعم بسمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير ورئيس هي التطوير المنطقة أشكر وجودك معنا الليلة بموضوعية ولقاؤنا إن شاء الله مجددا في عسير من تحقيق كل هذه الطموحات مشاهدين نأتي لنهاية حلقة اليوم لقاؤنا يتجدد أيضا بكم في الأسبوع المقبل وملف جديد من المملكة العربية السعودية دمتم بألف خير هذا البرنامج مرايا